عن حزب الله اللي يضرب مش المنشآت العسكرية لكن العسكر العدو وهذا يعني تغيير في التكتيك بولبيب صحيح تغيير في التكتيك ونبدأ بالعشاء الأخير سمحنا باي شلي العشاء الأخير هو العشاء الأخير لهؤلاء الجنود الذين سقطوا يوم أمس قتلى وجرح عشاء الأخير هو الذي حضره يسوع المسيح عليه السلام في آخر عيد الفصح على اليهود وثم بعد ذلك تعرفوا اليهود يحتفلون بعيد الفصح اللي هو ذكرى خروجه من مصر من مصر الفرعونية إلى سيناء يحتفلون بيليه ودد سبع أيام فبالتالي هو حضر المسيح عليه السلام هذا العشاء الأخير معهم وقتها وجاء هذا في العهد الجديد طبعا العهد القديم هو التوراة العهد الجديد هو الإنجيل فجاء ما طبعا خرج معهم علش سموه العشاء الأخير لأنه بعد ذلك تم محاكمة عيسى عليه السلام واقتياده للمحاكمة ثم صلبه حسب روايتهم طبعا نحن بنسبة القرآن الكريم لا يوجد صلب للأنبياء يعني وما صلبوه وما رفعوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبيه لهم شبيه لهم إذن هذا العشاء الأخير تقريبا شبيه بهذا الاسم لهذه المناسبة في تلك المنطقة شنوه الدلالة هنا سماح حزب الله لماذا استعمل هذه العملية النوعية حقيقة حزب الله هنا يأكد مرة أخرى أنه استعاد عافيته على المستوى السياسي والعسكري بعد الضربات التي تلقاها في الفترة الأخيرة البناء التنظيمي لحزب الله صار الآن استعاد قوته وعاد كما كان قبل اغتيال السيد حسن نصر الله واعتمد حزب الله في الفترة الأخيرة سياسة الغموض سياسة الغموض سوى في مستوى القائد متاعه إلى الآن لم يعلن عن شكون يقود حزب الله الآن من عوض السيد حسن نصر الله كان في العادة أن قوى المقاومة تعلن مباشرة عن اسم القائد البديل إلى الآن لم يعلن أغلب القيادات تقريبا الكبرى العسكرية والسياسية إذن تتعامل بسرية مطلقة تقريب حزب الله عاد إلى لحظات التأسيس بتاع 83 عندما كان يقاتل الأمريكان والصهينا بالتالي له خبرة كبيرة في التعامل مع العدو الصهيوني ومع الأمريكان كذلك اللي وقته طبعا دخلوا إلى بيروت وتقريبا هم الآن يجاهزون ليغزوا من جديد لبنان إذن فبالتالي هو استعاد السرية أك السرية هذه الاستعادة وعادت عنفوان المقاومة من جديد بضربة نوعية لا تختلف كثيرا عن عملية 7 أكتوبر ما قام به حزب الله ليلة أمس لا يختلف عن 7 أكتوبر لأن إسرائيل هذه الدولة أو الدولة التي تتبجح دائما أنها لها غطاء تقريبا قوي يدفع عنها كل الهجمات الصاروخية صار تعطلت هذه القوة الدفاعية لديها تقريبا على الأقل بنسبة 50% هذا باعتراف أمومها إذن صارت مكشوفة أكثر بالتالي هنا حزب الله دخل مرحلة جديدة سماحا دخل مرحلة جديدة وهناك الناس اللي كانت تذكر وتم تساؤلات كثيرة نشوفه حتى في الكومنتير علش حزب الله لم يضرب حيفا؟ علش لم يضرب تل أبيب؟ ها وسيد اليوم ضربت تل أبيب بعشرة الصواريخ اليوم العشرية علش مضربش تلشنو عكا علش مضربش كذا روش شوفه في العقل العسكري مش كيمة العقل الانفعالي العاطفي طوح نصحيح بعد اغتياد السيد حسن نصر الله والله كنا نتمنوا لو كان أنا وانتي ونس كل المجموعة الموجودة هنا لو أن إسرائيل أغرقوها بالصواريخ ودمروا يعني حيفا وتل أبيب لغي بالنسبة للعسكري يفكر بطريقة أخرى العقل السياسي والعسكري يفكر بطريقة أخرى ونعرف اللي حزب الله لديه خبراء كبار خبراء كبار خاصة إيرانيين نعرفوا هذا هو ما يستهدفهم أصلا غادي فما اغتيالات صارت هناك يعني في لقادة عسكريين إيرانيين موجودون يعني يقدمون الدعم لحزب الله خاصة التقنية هالعقل العسكري ما عندوش حدود معناها أبو البيب يعني يستشهد الأمين العام للحزب يعني موتوا آلاف آلاف بلاكس احنا شفنا في أنه في الردود هذه فهمنا أنه حتى هذا العقل العسكري اللي قاعد يقول ستاند باي ونستنيو بدي يسترجع ممكن في العافية متاعه بدي يسترجع مش العافية ويستعرض في القوة متاعه يستخرز في القوة بطريقة فعالة ودقيقة وبتدرج بتدرج نحن أمام منعطف تاريخي راه وشوف يا سماه احنا توحنا مناشي باش ننظروا للحرب كحرب يوميات اليوميات بتاحها نشوفها في فيسبوك وفي وسائل الإعلام المختلفة تعطينا شنو أصار كل يوم الحرب هذه ريس تغير وجه المنطقة والعالم هناك هندسة جديدة للشرق الأوسط هذا الناس يجب أن تعرفوا أراه الآن نصير نحو منعطف جديد في التاريخ إسرائيل بالنسبة لها الآن أمام فرصة تاريخية لتحقيق إسرائيل كبرى لأنها تعتقد أن الوضع العربي الآن ملائم للأسف لأن هناك معناها أنظمة عربية مستسلمة موجودة في المنطقة هناك بالتالي ناتنياهو يريد كل الأنظمة الموجودة هناك يخترقها يحب يكون الحدود بتاعه مباشرة مع تركيا يعني ملجهتين كل حد قادي يشوف أنها فرصة فرصة تاريخية لقلب الموازين لقلب الموازين إذن هنا أمريكا تعتبر لمحور الشر هذا لابد من القضاء عليه إذن وهي تقريبا تلعب كل أوراقها عبر أداتها الكيان الصهيوني ولكن يبدو أن حسابات الحق الغير حسابات البندر لأنها الآن تتلقى ضربات قاسمة وقوية جدا ومن هنا كنتحب أن نشوفه وتعرف عليش تأخر الرد الإسرائيلي على إيران لأنها تلقت رسائل قوية وقوية جدا اجتماع سري دوا حسب القناة 12 العبرية اجتماع سري بين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وأعضاء وزارة الذي فعله الحديث عن رد إسرائيلي على إيران الذي يقوله بأنه سيكون في الساعات القليلة القادمة هداية حسب قناة 12 و13 و14 عام تليسة يحكيه عن مسؤولين أمنيين بأن الرد سيكون في الساعات القادمة الرد الإسرائيلي على إيران معز بالنسبة للهجوم الأخير هداية على نتانيا اللي هي حتى بالاسمرة عندها أكثر من دلالة معنا نجم نوصوله كمين تحب أولا فشل منظومة دي فعيل فشل كبير ما عادش فهم حتى شيء اللي نجم طوب ما فهماش نقطة اللي نجم ما يصولهاش أما خلي نشوف نحب نستند على الكلام اللي قلت وانتي سماح ولي قالوا سيبوا البابة حول إعادة تشكيل المنطقة كي نشوف أنا المجلة جريدة كيمالامونت التخلي الجبال على لبنان قالت اللي أمريكا المواقف انتاحها شبه محتشم بتحبش تحكي في في موضوع لبنان وتعرف موضوع لبنان وهميته بالنسبة الأوروبيين أما هي متحكيش فيه معنا مش فيه نفس التموقع عندهم الرخات اللي هما توقع اللي يضغطوا بكل ما عندهم لإعادة تشكيل المنطقة صورة جيوسياسية على المنطقة وهم أمريكا الوحيد اللي هي للدفع لإعادة تشكيل هذا التموقع جديد والخارتة جديدة للشرق الأوسط نيويورك تايمز قالت القبارات في القانون الدولي أن الدفاع عن النفس له حدود قانونية أصلاً هو فما قانون اللي يحدد الدفاع عن النفس ولا لأ اللي نعرف وأنا معرفتي المتواضعة وأكثر من مرح كنافة البلاتو هذي اللي ما فهماش هذي حق الدفاع عن النفس ما فهماش هذي دولة تعتدي على الدولة بطريقة مسلقة للدفاع عن النفس هذي ما فهماش في القانون الدول لهنها قاعدين كنا نحاولوا نعطيه في غيطاء قانوني للكيانة تصرف الكيانة في جنوب لبنان وفي غزة وهذي قانونية لا يستقيم صحيفة بقوات حفظ السلام الإيرلندي التي صدمت في وجه الغزو الإسرائيلي للبنان وذي حسب قول الاندباند لهنها ذي فهمتني ذكر برح أحكينا على اليونيفيل كنا راه الزيوش المتمركز الغادي عند علاقة وطيدة بدولها وردت الفاعل تعجيش على الفرقة الإيرلندية هي بتناغم تمام مع القرار السياسي الإيرلندي اللي هو ضد الحرب في الكيان في الكيان واشنطر بوست كتبت أن العائلات الفلسطينيين الأمريكين الذين قتلتهم السلطاء القوات الإسرائيلية أو المستوطنون هناك قولهم أن العدالة تحقق لابنائهم